اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من خلال صفحات القناة بالسوشيال ميديا وفي الجزء الاخير ان شاء الله هستعرض اكبر قدر من اراءكم وبالتأكيد في نسخ كثيرة جدا فيها نتائج متميزة نسخة الدوحة نسخة الامارات نسخة اليابان في 2006 يعني اعتققت المشاركة التانية في كأس العالم في بطولات الاهل ظهر فيها بشكل كويس جدا وحقق فيها نتائج متميز طيب بسرعة نروح لأهم العنوين في ترند الاهلي اجتماع لمجلس ادارة الاهلي اليوم وكمان الفريق يبدأ استعداداته اليوم لمباراة شبابه الازداد واخيرا كولر يحسم قيمة الاهلي لمنديال الاندية على فكرة بالمناسبة القيمة اللي هترسل اليوم مش قيمة الاهلي بس النهاردة ساعة 12 بالليل في منتصف الليل قيمة كل الاندية المشاركة في كأس العالم للاندية الاهلي اتحاد جدا اوكلاند سيتي فلومرينسي البرازيلي منشستر سيتي ليون المكسيكي وريد اراوس بطل اليابان بطل اسيا السبع اندية النهاردة بالليل هيسجله القوائم المشاركة في كأس العالم للاندية الناس تقول بطل البرازيل لسه كاسبان كوبا لبرتادورس اهي كان محتاج شوية وقت لا بطل البرازيل تحديدا كان ليه اجراءات معينة لما ندخل في تفاصيل حالة النهاردة هتكلم على فكرة انسال قوائم الاندية كلها مش الاهلي فقط وكاوليس مهمة جدا عن طريق التسجيل في كأس العالم للاندية طيب نروح لاستعراض مباريات اليوم والنهاردة استيناف لبعض المباريات سواء في الدور المصري او حتى الدوريات الاوروبية طبعا بالامس كان يوم حاسم وكبير جدا في المباريات ما بين الستي مع توتنهام 3-3 ليفربول امام فولهم حتى مباريات برشلونة واتليتكو مديد يوم كان بصراحة مليء بالمطع والاثارة في الدوريات الاوروبية لكن لو هنتكلم على الدور المصري النهاردة في انطلاق مباريات الاسبوع السابع للدور العام والساعة 7 من مساء اليوم سموحة هيستضيف ففاركو نروح للدوري الاسباني واستكمال واستئناف بقى المباريات سلت فيجو في العشرة مساء اليوم على ملعبه هيستضيف فاقاتش وفي الدوري الايطالي في العشرة الاربع تورينو بيستضيف أتالنطا دي جولة من مباريات اليوم الناس متعاريق دايما المباريات الاثنين والثلاث ما بتبقاش مباريات كبيرة لكن طبعا قيمة المباريات في الديوارات الاوروبية بتبقى يوم السابت ويوم الحد عموما نتمنى التوفيق يا رب ان شاء الله في الفترة نشوف متعة كبيرة جدا في المباريات المحلية كما نتابع في الدوريات الاوروبية فاصل ثم نواصل النهاردة في بداية الحلقة أنا قلت النهاردة في اجتماعات مهمة جدا لتحديد مراحل حاسمة بالنسبة للفريق الأول أولا اليوم في اجتماع الكابتن محمود الخطيب مع مرسل كولر المدير الفني لمناشط الاستعداد للمرحلة اللي جاية أولا مرحلة الاستعداد والسفر لكاس العالم للأندية تحديد وتأكيد موعد السفر كلام المبدأي كان يوم 11 ديسمبر ولكن بالتأكيد بعد تعديل مباراة شباب بلوزداد وتقام يوم الجمعة 8 ديسمبر بدلا من يوم السبت 9 ديسمبر في اتجاه أنه ممكن الفريق يسافر يوم 10 ديسمبر مش 11 ديسمبر دي نقطة أكيد جار الاتفاق عليها لأن بالتأكيد تبكير السفر 24 ساعة يفرق كتير قوي في ترتيبات تخص البعثة في المملكة العربية السعودية لأنه هناك أنتش مسافر عشان تتمرن يوميا وتستعد المباراة يوم 15 لا أنت عندك إجراءات كتير قوي أولا عندك اجتماع فني مع اللجمة المنظمة وجار المعتاد دايما في كل مشاركة في كاس العالم بيبقى في اجتماع فني بيستمر من حوالي 4 إلى 5 ساعات عشان الجهة المنظمة بتعرض عليك كل شيء متعلق في البطولة وبالأخص الموضوع المتعلق بالتحكيم آخر التعديلات على قانون اللعبة تقنية الفيديو الفار اللي بيحصل من حكم الملعب حكم تقنية الفيديو الحكم اللي بيقوم به في أرضية الملعب اللعب المواجبات والمسؤوليات اللي بتبقى عليه ففيها تفاصيل اجتماع فني بيستمر من 4 إلى 5 ساعات فالصفر 24 ساعة مبكرا خاصة بعد تقديم مباراة شباب الأزداد هيفرق مع النادي الأهلي ده جزء أكيد إداري لازم يتم التنصيق له ولكن مهم جدا لازم يكون المدير الفني لوجهة نظر في تحديد معاد الصفر بدل 11 ممكن يكون 10 ده يتحدد النهاردة بنسبة كبيرة من خلال هذا الاجتماع كذلك فكرة القيمة المشاركة في كأس العالم مال الأندية هنا عارفين الأهلي كان سجل قيمة ب33 لعب في آخر موعد كان يوم 30 أكتوبر وبالتالي النهاردة لازم تختصر هذه القيمة إلى 23 لعب آخر موعد لتسجيل القيمة النهاردة الساعة 12 منتصف الليل واتحاد القرى أمام 72 ساعة لمراجعة القيمة واعتمادها قبل إرسالها إلى الاتحاد الدولي بحد أقصى يوم الأربع اللي جاي يبقى بالتالي هيتناقش المرحلة الجاية الاستعداد لكأس العالم للأندية كمان عندك ملف تاني متعلق بانتقالات يناير وانت النهاردة بتتكلم في خلاص في أول إسبوع في شهر 12 فهيكون فيه كلام بالتأكيد على المرحلة اللي جاية واستكمال ما تم منقشته في الاجتماع السابق الاجتماع السابق اللي في ناس كتير حابت تكشف بعض التفاصيل ولكن أنا بأكد لكم والله يمكن معظم التفاصيل اللي تقالت بعيدة كل البعد عن الواقع وعن الأمور اللي بتناقش فيه النادي الأهلي بدليل أن في أسماء لعيبة بتتردد في السوشيال ميديو وفي المواقع وأنا بأكد لكم لغاية اللحظة دي كل الأسماء اللي بتتردد دي أصلا لسه ما فيش حاجة رسمية ولا حاجة محسومة وبالتالي الناس بتحاول تكتهد أنا بس اللي بيزعني وبيدعيني أنه ممكن تيجي الانتقالات سواء في الصيف أو في يناير تلاقي الناس عملت تفاعل كبير جدا مع الأسماء اللي بتتقال وتيجي في فترة الانتقالات تلاقي الأسماء اللي بتتقال مش هي اللي موجودة على الأرض الواقع فالناس تبدأ تهاجم الإدارة أو تهاجم الجهاز الفني أو تهاجم قطاع الكورة ولو أن قطاع الكورة ما فيش أي تصيح رسمي صدر من خلاله فالناس بتتعامل مع الاجتهدات دي على أنها أخبار رسمية اتعاملوا معها لأنها اكتهدات ليست أخبار رسمية بنسبة تتخطى الخمسين ستين في المية لما بتوصل لمرحلة التوقيع الرسمي أو الإعلان الرسمي في الانتقالات سواء الصيفية أو الشتوية بتلاقي الأمور مختلفة تماما عما كان يدار في السوشيال ميديا سواء عبر قنوات اليوتيوب أو عبر المنصات الاجتماعية لبعض المواقع الرياضية ده عن تجربة أنا بقول ده عن تجربة وقلت الكلام ده في انتقالات الصفل اللي فاتت وقلت الكلام ده في انتقالات يناير في بداية هذا العام وكلامي حصل بنسبة تتخطى حوالة يعني 70-80% ولكن الترتيبات النهاردة زي ما قلت انتقالات يناير الصفقات الاستعداد لبطولة كاس العالم للأندية قيمة الفريق اللي هيتم تسجيلها النهاردة أمور المتعلقة بالصفر كمان من الأمور اللي احنا عارفناها وقلناها في المرات السابقة رئيس بعثة فريق النادي الأهلي في المملكة العربية السعودية هيكون المهندس خالد مرتجي أمين سندوق النادي الأهلي وبالمناسبة ماتش الأهلي مع التحاد جدة هيكون يوم 15 يوم الجمعة 15 الديسمبر الساعة 9 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية 8 مساء بتوقيت القاهرة الماتش هيكون يوم الجمعة الساعة 8 بتوقيت القاهرة الأهلي في اليوم اللي هيسبق التدريب الأساسي هيتمرن على ملعب المبرأ الساعة 6 الساعة 6 وده اختيار مرس الكولر لأن الكولر لما بيختار مش بيختار السفر بس لا انت بتبعت برنامج شامل وكامل بتوقيت السفر والتدريبات اليومية هناك لغاية معادل المباراة وكمان بيتم اختارك بمجرد الوصول بالمواعيد المتعلقة بالاجتماع الفني اللي بيتم ليلة المباراة وكمان بيتم اختارك بالاجتماع التقني المتعلق به شرح لوائح ونظام البطولة والأمور المتعلقة بالمسائل التحكمية في بطولة كأس العالم للأندية على مدار اسبوع شفت تعليقات كثيرة على مسألة مين هيدخل ومين هيخرج ممكن الناس بتحاول تكتهد والناس بتتكلم بناء على معطيات ظهرت في المباراة الاخيرة ولكن انا بأكد لكم والله العظيم بحلب والله العظيم تاني ان ما حدش لغاية اللحظة دي قادر يقول بشكل رسمي قايمة الاهل ايه عشان فيما بعد لما يتم الاعلان الرسمة عن القايمة لان كده الفيفا حتى بينشرها على الموقع الرسمي محدش يجي يقولك ايه انا انفرضت وقلت اصل فيه نجم خرج اصل 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 لا محدش عارف القايمة الرسمية لغاية اللحظة دي مين هيكون موجود ومين هيكون برا وبلاش نعمل ازمة في الجزئية دي لان انت مجبر بمشاركة 23 اللاعب فسواء اللي موجود داخل القايمة او اللي خارج القايمة كلهم نجوم ولكن فيه رؤية فنية عند مرسل كورر تحديدا في اختيار القايمة البعض يحاول يجتهد وممكن يقولك عندك تلات نجوم ممكن يخرج منهم نجم او اتنين اه ده ممكن في سبيل الاجتهاد للوصول لمعلومة وارد ولكن محدش قادر يجزم مين ممكن يكون في القايمة ومين ممكن يخرج من القايمة لان كمان عندك تطورات حدثت في الساعات الاخيرة انت عندك او في المباراة الاخيرة عندك اصابة منعم عندك اصابة ياسر انا بطمنكم ان شاء الله بإذن الله يكونوا جاهزين لكن انا بديكم امثلة مثلا عندك اصابة مثلا انتوني مودس اللي كانت بعد الاجندة الدولية برضو موقفه مش واضح فكل التفاصيل دي ممكن تخليك تبقى بتتكلم في الجانب الهجومي مين يدخل مين يخرج وتلاقي نفسك بتعمل تعديلات على الجانب الدفاع عموما مش هدخل في تفاصيل كتيرة لكن بنأكد لكم اول ما يكون فيه خبر رسمي واعلان رسمي للقايمة هتسمعوها من خلال برامج شاشة قناة الاهلي خلال الساعات اللي جاي ولكن في هذه اللحظات بالتأكيد دلوقتي عندنا اول تدريب للفريق عاقب العودة من تنزانيا والتدريب ده هيكون اول مران استعدادا لمواجهة شباب بولوزداد لذلك اطير مباشرة الى مقر النادي الاهلي في الجزيرة مع الزميل العزيز كريم احمد موفد قناة الاهلي اللي بالتأكيد هيطمننا على حاجات كتيرة الناس كلها عايزة تطمن موقف منعم موقف ياسر انتوني مودس اجتماعات اليوم سواء عند مجلس الادارة او حتى عند قطاع الكورة مساء الفل يا كريم مساء الخير عليك زميل العزيز محمد سعيد كل التحقيق والكل مشاهدين وكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي كلنا ازن صاغية ليك وعايزين نعرف بالتأكيد يعني اخر التطورات عندك عندك معلومات واخبار كتيرة بالتأكيد الجمهور محتاج يطمن منك على موقف عدد كبير جدا من اللاعبين اللي كان تعرضوا لاصابات في الفترة الاخيرة وفي اكتهدات كتيرة على السوشيال ميديا فالخبر بالنسبة لنا بالتأكيد هيكون خبر رسمي نعتمد عليه في الفترة القادمة بالتأكيد طبعا محمد يعني في البداية الاستعدادات متواصلة ومكثفة للبطولة الافريقية والحقيقة ما بتشوف الشكل دور المجموعات بكل المجموعات الحقيقة يعني بيكون ليه شكل غير طبيعي ما بتشوف الوداد بدون نقاط ما بتشوف نجم السحيل بدون نقاط فعشان كده يمكن الهدف المطلوب من تحقيق النقاط او ان انت تاخد نقطة بعيدا طبعا عن الفنيات وبعيدا عن الشكل العام لكل المجموعات ده امر بيكون مهم جدا وتحديدا في دور المجموعات بالشكل العام اللي وصل لدور المجموعات حتى هذه اللحظة الامور طيبة جدا محمد بطمنك وبنطمن كل جمهورنا اللي اكيد بيتابع وعايز طبعا يطمن على كل اللعيب النادي الاقلي يعني هنبدأ في البداية بياسر ابراهيم كل الجهازية الياسر في مباراة شباب بلزداد الحقيقة ياسر من العيبة الرجالة بجديته وبقووته الكبيرة جدا هي كانت كدمة في الركبة لكن بنتطمن على طول من الجهاز الطبي ورئيس الجهاز الطبي تحديدا طبعا دكتور جابالا اللي بيأكد على جهازية ان شاء الله ياسر ابراهيم لي مباراة شباب بلزداد النهاردة ان شاء الله يشارك فيه التدريب ومنها ان شاء الله خلال الايام القادمة منعم يمكن تعارف التوال كحلة محمد ومنعم كمان كان في المنتخب اصيب ايضا كمان بكدمة في الكحل في التوال كحل بيكون لي تأثير شوية وبيكون فيه تمئنان شوية لكن مش عايزين نجزم عودة منعم من عدمها في مطش الشباب بلزداد لكن بنأكد ان منعم موجود في كأس العالم مالية الاندية فيها القايمة طبعا ان هي مجهود كبير بيبزل فني واداري بالشكل العام طبعا ليه البطولة طبعا وطول الكأس العالم لكن الحقيقة يمكن مستر كولر في حيرة كبيرة جدا عنده جهزية تمة لعادة كبيرة جدا من اللاعبين لكن ان انت مقايد ان انت تضم تلاتة وعنشين لعب بيكون امر مهم جدا لكن تفاصيل الصغيرة بتفرق الموضوع مش فني فقط لغير الموضوع بيكون مدني موضوع قد يكون في تقرير طبي شامل على حالة اللاعبين بالكامل فعشان كده الاكتهدات زي ما انت بتقول محمد كثيرة جدا في مين هيكون متواجد مين هيكون خارج القايمة مين هيكون بيرجع لمباراة شباب بلزداد لكن بأكد لك في البداية ياسر برهيم بمشيط الله يكون متواجد ان شاء الله باذن الله في مباراة الشباب بلزداد يوم الجمعة ستاد برج العرب ان شاء الله باذن الله متمنى كل التوفيق للنادي الالي لكن منعم منتظرين ان احنا نشوفه محمد النهاردة ومنتظرين ايضا كمان نشوفه بكرة ده امر مهم جدا كنا اتكلمت معاك قبل كده على العلي معلول وانا محتاجين يشوفه في الاسبرينتات وفي التاكلينج وفي الحاجات اللي فيها اشتراكات منعم الحقيقة بقوته الكبيرة جدا بيكون في حرص شوية عليه لكن ان شاء الله باذن الله اللي يكون متواجد في القائمة كالعاد يكون على قدر المسؤولية سواء في مباراة الشباب بلزداد او ايضا كمان في قائمة كأس العالم مودست يعني مودست زي ما قولنا محمد صابة العدلة الضمة يعني بتاخد وقت شوية والتأني الكبير اللي بيقوم بيه للجهاز الطبي بيكون امر مهم لان انت مش عايز تاخد لعيب تفقده اه انت عندك قبل المباراة الاولى 24 ساعة انت تقدر طبعا في الاصابات انت تغير لعب لكن يعني حتى هذه اللحظة موقف مودست لسه مظهرش بشكل كبير جدا خلال وجوده في كأس العالم الولاء طبعا شباب بلزداد يكون بعيد عن هذه المباراة العودته طبعا هكون متأخرة شوية لكن الامور بالنسبة للتجهزات امور طيبة جدا كابتن محمود الخطيب النهاردة يمكن من صباح اليوم ومتواجد في اجتماعات مكسفة كان في اجتماع مكتب تنفيذ ايضا كما مجلس ادارة النادي الاهلي كان مجتمع بالكامل النهاردة قرارات عديدة جدا الترتيبات الخاصة بكأس العالم عندك يعني من كأس العالم للامارات لها الجزار العودة امور عديدة جدا بيتم الترتيب لها والنهاردة كان في مجهود كبير بيوبزل من مجلس ادارة النادي الاهلي للتحضير لهذا الامر ومن بعدها مباشرة كعادته طبعا كابتن محمود الخطيب توجه الى ملعب مختار التيتش لها المؤذرة والمسندة في تدريب فريقا للنادي الاهلي بيكون لي كلمات في البداية مع اللاعبين بيكون مهمة جدا لان زي ما بقولك محمد دور المجموعات الحقيقة ليه شكل غريب الحقيقة فيها دي البطول عشان كده محتاجين بكل جدية ان احنا نخش مباراة شباب الازداد على ارضنا في وسط جمهورنا تلات نقاط يكونوا مهمين جدا جدا لفريق النادي الاهلي قبل التوقف والسفر مباشرة او من بعدها الى كأس العالم للاندية الاجواء طيبة جدا محمد يعني بنطمن كل جمهورنا دي الاهلي يبقى ايزا اخد منك خبر مهم برضو الجمهور الاهلي عشان الناس يمعانا في الصورة الحمد لله يمكن دكتور احمد جبال وده تصراحات لرئيس الجهاز الطبي مع ازمننا كريم احمد طمن كريم وكريم من خلال بالتأكيد برنامج التريند بيطمن كل الناس ياسر ابراهيم ان شاء الله بإذن الله جاهز لمباراة شباب الازداد كدمة الرجبة مش قوية الحمد لله يكون جاهز وبالتالي كمان وجوده في قيمة كهس العالم بإذن الله يعني طبيا ما فيش فيه اي مشكلة نفس الامر على محمد عبد المنعم الاصابة والتوقيت ممكن الجهاز الطبي يفضل ان المنعم مايلعبش مطش شباب الازداد ولكن تواجده في قيمة كهس العامل الاندية طبيا ما فيش فيه اي مشكلة والاشع أثبتت ان ان شاء الله منعم مايكونش فيه اي مشكلة انتوني مودست لسه هننتظر في الساعات اللي جاي لان بالتأكيد النهاردة بعد التدريب هيكون فيه جالسة ما بين الجهاز الطبي مع مارسل كولر لتحديد موقف انتوني مودست هل الوقت هيكون مناسب ان يلحق مباراة اتحاد جدة والبطولة ولا الوقت هيبقى صعب للمشاركته في مارش بلوزداد يبدو من كلام كريم مع دكتور احمد جبالله برضو هيبقى صعب فاعتقد النهاردة بليلة هيتحسم موقف انتوني مودست تحديدا في مسألة الاصابة هيلحق ولا مايلحقش فيه اخبار تانية يا كريم بقى التدريبات الصفر الاسكندرية امتى لبرج العرب يعني لو عندك جديد بخصوص الاستعداد لمواجهة شباب بلوزداد يعني زي ما بقولنا محمد التدريبات مستمرة النهاردة طبعا التدريب تمام الخامسة غدا بمشيط الله هيكون ايضا كمان للتدريب ومنها الى معسكر ويمكن كمان فيه نقطة مهمة يعني فيه كم ناس اتكلمت على الصفر تحديدا كمان لكأس العالم يوم عشرة يوم حداشر مجلس الادارة بيحسم هذا الامر لكن من خلال معلوماتنا يعني تم التحديد الشكل العام اللي احنا بناخد منه طبعا المعلومات يوم حداشر يوم حداشر ده ممكن هيكون بالنسبة كبيرة جدا تمام هو صفر فريقا للنادي الالي متوجه طبعا ان شاء الله بإذن الله لمشاركة في بطولة كأس العالم زي بقولك محمد النهاردة كان فيه اجتماعات مكثفة لمجلس اصدارة النادي الالي لان الملفات عديدة الحقيقة لكن بشكل عام للتدريب النهاردة ان شاء الله بإذن الله يكون جرعة تدريبية قوية الفريق النادي الالي يستفيد منها بشكل كبير وغدا بمشيئة اللام على التدريب الخفيف ثم على الصفر الى اسكندرية بعد تم حسم المباراة في برج العرب الأمور محمد طيبة ومنطمن كل جمهور النادي الالي انخصنا للتوفيق ان شاء الله بمشيئة الله في مباراة شباب لا محصول محمد يعني انت عارف بيكون فيه جدوى تدريبي اسبوعي متحدد انه يكون غدا التدريب وبعدها مباشرة التوجه الى الاسكندرية الرجل بيحاول يمشي على الشكل العام الرتم العام اللي هو ماشي عليه قبل المباراة المعسخر بيكون 24 ساعة ما بيحاولش الا في بعض طبعا الأمور انه يكون 48 ساعة لكن اللي بأكد عليه ان شاء الله بإذن الله تدريب الغد ان شاء الله يوم الخميس قصد ان شاء الله بإذن الله يكون التوجه مباشرة الى الاسكندرية لخوض المباراة مباراة الالية وشباب بولزداد كريم انا بشكرك شكرا جزيلا لكل هذه المعلومات والاضحات لو عندك كلمة اخيرة وعندك يعني خبر او معلومة تحب تختم بقى كلامك يعني طبعا بنتمنى كل التوفيق لنادي الالي والحقيقة نحن بنفسعدها جدا بنشوف السلية راجع من الاصابة عندنا عدد كبير من الاصابات يفيدوا بشكل كبير جدا يكونوا اضافة مع فريق النادي الالي فيارب ان شاء الله بإذن الله المجود الطب اللي بيبذل يعني يكلل بالنجاح ونشوف العناصر اللي بعيدة عننا بشكل كبير جدا خلال الفترة اللي فاتف متواجدة وبتتقلق وبتساعد مشقة النادي الالي في مشواره القادم سواء في البطولة الافريقية او في الحلم الكبير طبعا هوك أس العالم للاندي شكرا لك كريم على كل هذه المعلومات والإضاحات وتفاصيل مهمة جدا نقلها نازم مننا كريم أحمد من مقر النادي الالي في جزيرة اجتماع مكتب تنفيذي اجتماع مجلس إدارة واجتماع تكميلي على فكرة للاجتماعات اللي كانت موجودة في الفترة السابقة مرسل كولر والجهاز الفن والجهاز الطبي التفاصيل كتير النهاردة بالتأكيد وتابعوا النهاردة البرامج على مدار اليوم في قناة الأهلي أكيد كل الجديد وكل التفاصيل بالتأكيد هتكون حصريا وأخبار بنسبة 100% رسمية عبر شاشة قناة الأهلي في ظل اجتهدات كتير قوي موجودة على السوشيال ميديا وعشان الاجتهدات والأخبار والكلام المثار في المواقع عندي كلام مهم جدا هقوله ولكن بعد الفصل النهاردة بالتأكيد وأنا بدور كده وبشوف اللي مكتوب في المواقع وفي السوشيال ميديا ظهر قدامي خبر منشور في الوطن سبورت وده بالتأكيد هنتناوله لما نيجي نقرب شوية من تريند الأهلي ولكن بيتكلمه النهاردة أن حسين الشحات كان موجود في إحدى الجهات التحقيق أمام النيابة العامة في القضية المقدمة من لعب بيرامدز محمد الشيبي أنا مش هتكلم على الشرق القانوني ده أمر بالتأكيد ما ينفعش هتكلم عليه طالما لسه الأمر بيناقش أمام جهات التحقيق ولكن أنا بتكلم على أمر رياضي لعيب اتعاقب من لجنة المسابقات وتعاقب من الحكم وتكتب تأرير وتعاقب من إدارة النادي الأهلي قبل إدارة ربطة الأندية أو قبل قرارات اتحاد الكرة وتأرير الحكم ومراقب المباراة ومش هتكلم أنه حصل اعتذار في غرفة خلع الملابس أمام مرأة ومسمع من الجميع يعني حصل اعتذار والموضوع انتهى وعرفنا الفعل ورد الفعل يعني احنا عرفنا الفعل كان إيه وشفنا رد الفعل كان بسبب إيه والموضوع بقى لقطع من حوال 4-5 شهور ولكن النهاردة لما أريد الخبر على موقع الوطن قلت هو الموضوع لسه مستمر الغاية دلوقتي هو احنا بنلعب برياضة ولا بنعمل إيه بالزبط أو الناس اللي عايزة تودينا للسكة دي إيه الهدف منها يعني بعد كده مثلا لو لعيب جالوا ربط صليبي يروح يعمل محضر للعيب اللي عوروا جاب له ربط صليبي مثلا ما أنا بس عايز أفهم يعني أنا عايز أفهم لأن الواقع اللي زي دي لما تخرج بره إطار الملعب هنا اتحاد الكورة لازم يكون ليه دور هنا ربطة الأندية لازم يكون ليها دور يعني أنت عايز تقنعني أني مثلا لعيب في الدور الإنجليزي أرسنال بيلاعب منشستر يونيتد اتنين لعيب احتكوا ضربوا بعض خلاص فيه قرارات هنا ربطة البريمير اللي جا تاخد فيها موقف هل عيروح يعملون نفسهم مشاكل قانونية في الشرطة بره المكلام ما بيحصلش يا جماعة أنا مش قادر أستوعب أن الناس بتخلط قوانين الرياضة بالقوانين الجنائية ده مش موجود في الكورة في العالم كله وهل لو الفيفا لأن ده لعب دولي وده لعب دولي لو الفيفا سمع أو أرى خبر زي ده واقع ده إيه على الكورة المصرية وهل اتحاد الكورة موقفه بينتهي على أن خلاص أصدر عقوبة وبالتالي أي حد بياخد أي إجارة تاني أنا مش طرف أنا مريش دعوة اتحاد الكورة هو بيت الكورة المصرية أنتم القائمين على إدارة الكورة المصرية لما حد يخرج بره إيطار الكورة للقضاء أو للنيابات أو للأقصام الشرطة تبقى للواحل الفيفا ده مخالف ده مخالف يا إما خلاص بقى حكم اتضرب في عمل محضر وصدر أحكام بقى كمان على لعيبة أو على مسؤولين ما هو في النهاية يا جماعة لازم يبقى فيها قواعد يا إما اتحاد الكورة ما يوقعش عقوبات وتبقى العقوبات الرياضية تبقى بديل لها عقوبات جنائية وخلاص لكن أنا مش قادر أتخيل إن إحنا وصلنا لمرحلة إنه يكون فيه تربص مش بكلم على حسين تحديدا حسين أخطأ خطأ خد جزاء وقتها وعقوبة وقتها يعني التزم بالقرار اللي صدر من النادي الآلي وسعيدة توقعت على عقوبة من ربطة الأندية وخلاص الموضوع خلص على كده واللاعب نفسه اللي كان فعل قال إنه هو تسبب أو هو عمل الأزمة دي ليه ولكن ما ينفعش اتحاد الكورة النهاردة يكون خبر زي ده والناس تكبر دماغها وما تسمعش وتعديها لأن الفترة الجاية قابل بقى كتير اللعب بقى ممكن يجيله ربط صليبي اللعب ممكن يبطل كورة بصبع إصابة يرفع بقى قضية وخلاص بقى هتبقى القصة كلها برة في محاكم الجنايات وفي محاكم الجنح مش هتبقى في الملاعد أمر غريب جدا على فكرة حسين في التدريب النهاردة حسين في التدريب النهاردة ولكن ده أمر المفروض إحنا بنتكلم كورة وبنتكلم في ماتش كورة أعتقد القصة كتنتهت ولكن اللعب حصل النهاردة بصراحة يعني وقعة غريبة جدا تحديدا لما بنشوف موقف ما بنبرامدز مع الأهل ومش فاهم ليه مش قادر أفهم واستوعب ليه ولكن لما نشوف القصة ديها هتودينا على فين في قصة تانية برضو من بدرة هوب بنتكلم عليها عشان إيه نحسمها من بدري عشان نحسمها محمود عبد المنعم قهرباء لما انتقل للنادي الأهلي خد فترة طويلة في الإعلام الهمزة واللمسة والكلمة بتتخذ على قهرباء ولو شوطة مش كويسة إزاي شط كده ولو خرق برا القيمة إزاي يخرج برا القيمة ولو اتوقعتها لعقوبة إدارية اتوقعت عقوبة ليه هو عمل ايه نفس الأمر بتقرر مع إمام عشور إمام عشور لعب شوط أمام ينجي أفريكانز ما كانش في المستوى هو إيه اللي حصل من إمام عشور هو إمام عشور وبيقدمش المستوى المعمول بتاعه ليه التركيز على قهرباء قبل كده وتكرار نفس السيناريو على إمام عشور محدش فيه هيسمح لأي أن كانت الوسيلة الإعلامية اللي بتنتقد لاعب في النادي الأهلي بهذا الشكل لأن أنا هبدأ هتابع فكرة التربص ببعض اللاعبين وتحديدا اللاعبين اللي بينتقل للنادي الأهلي قصفقة مش أقول صفقة قرن قصفقات جماهرية بيبقى ليها رد فعل واسع كبير جدا إمام عشور منذ أن انضم للنادي الأهلي بيقدم مستويات عالية جدا ووارد في مباراة يكون مش موفق ولكن مش معنا أنه هو النهاردة مش موفق أن البعض يستغل ده ويبدأ يعلي على فكرة إن إمام عشور ما بيظهرش مع الآله بالمستوى الجيد اللي كان بيلعب فيه قبل كده بالعكس إمام عشور أفضل لعب في المركز في خط الوسط في مصر ومنتخب مصر بيفتقد لمركز إمام عشور ما فيش بديل لإمام عشور في منتخب مصر أنا بقولها تاني ما فيش بديل لإمام عشور في منتخب مصر واللي بيتقال على إمام عشور في الساعات الأخيرة بعد البعثة ما رجعت من تنزانيا كلام غير مقبول وارد لعب ما يكونش موفق ولكن مش معقولة مشكلة في المنتخب نصدر فيها اسم إمام عشور وكل المواقع عندك صورة حسين وعندك صورة طريق حامد لا صورة إمام عشور صورة إمام عشور كل المواقع بلا استثناء أنا قلت وقتها ماشي يعني آه عقوبة وإحنا كلنا بالعكس كنا سعداء حتى أن المنتخب خد قرار زي ده عشان يبقى فيه التزام على كل اللاعبين الكبير قبل الصغير ولكن فكرة التربص كل الأخبار والمواقع نزلة بالخبر يا إمام عشور لا يعني لا مش منطق الكلام اللي بتقال ده على فكرة ماتش سموحة مسلا ما عرفش إيه اللي حصل إمام عشور إمام عشور وقفش بالعوم مع بعض في وص الملعب أصلي ماينفعش لازم إمام عشور يبقى على الدكة مايبدأش لا يعني ده مش مقبول وده مش مسموح حتى أن الناس كلها في البرامج بتتكلم سايب الماتش كله وبتتكلم على تغيير إمام عشور بين الشوتين على صفقة زي مام عشور طوال الفترة الأخيرة بقى زيادة عن اللازم الحاجة الأخيرة إحنا هنا في قناة الأهلي من سنوات مش بتكلم بس في سنة ولا سنة من سنين دايما عندنا الصبق في إزاعة مباريات الناشئين والشباب دايما قناة الأهلي لها الصبق في إزاعة مباريات الناشئين والشباب أنا الحمد لله يمكن لها الشرف موجود في قناة الأهلي منذ عام 2008 يعني بتكلم في 15 سنة ده عمر عمري ما شفت رغم فوز الأهلي على الزمالك في مناسبات كثيرة جدا منها بطولات منها مباريات حسمت ببطولات ولكن مش هتكلم على السنين اللي فات هتكلم على حتى السنة دي والسنة اللي فاتت الأهلي وجه الزمالك السنة اللي فاتت في الـ 2001 والـ 2003 والـ 2005 لما كانت 2001 لسه موجودة في دور الجمهورية والـ 2005 والـ 2006 والـ 2007 أو 2008 كل المسابقات دي الأهلي كسب الزمالك رايح جاي كسب الزمالك رايح جاي مفيش غير مطش واحد بس الأهلي خسره مطش واحد يعني بنتكلم مطش من 19 مطشات بس الأهلي خسره إنك تبص على احتفالية أبدا إنك تبص على اهتمام إعلامي بقطاع الناشئين في النادي الأهلي ولا عيب النادي الأهلي أبدا ولكن من المبارح أنا شايف احتفالات يعني أوفر قوي زيادة قوي يا جماعة ده مطش في دوري الجمهورية لسه في التصفيات مش مطش بطولة والأهلي لو كسب المبارحة المؤجلة هيتقدم ويكون هو في المركز الأول فمش شايف الداعي إن احنا نعلي الأداء قوي ونعلي من رتم فوس فريق على حساب فريق يعني لو اتعامل من قناة منافسة دوارد الفريق بتاحها عايزة تمجد فيه ولكن لما يتعمل من الإعلام محايد في كل البرامج مدخلات تلفينية تلفزيونية في كل البرامج مش فاهم إيه الأسباب يعني أولا النتيجة مش سكور مثلا الأداء أنا شايف إن الأهلي كان متحكم في سير ومجرية المباراة وكان ليه ضربتين جزاء أحرص واحدة وأهضر واحدة والمطش خلص اتنين وواحد يعني مش شاف الفرق الشاسع ده بدل الناس ما تتكلم على الهرجلة اللي كانت موجودة في أرضية الملعب وبدل ما حد يحاسي مراب المباراة على النظام السيء اللي كان موجودة في المباراة وشفت حاجات بصراحة محدش ألا ما بيتش فاهم مين مدرب يعني مين اللي بيدير مين اللي بيكتشن مين اللي بيكتشن في المباراة ما بيتش فاهم ولكن عادي جدا الناس بتحتفل وناس اللي بتعمل المداخلات والناس بتتكلم على انتصارات طب أقول لكم أولا حاجة بكرة بكرة قناة الأهلي في الإطار المعتاد إنها تزيع مباراة الالفين والتمانية للأهل والزمالك هتتفرج على السوديو تحليلي وهتتفرج على ملعب منظم هتشوف رئيتين بيلعبوا في الملعب مفيش أجهزة فنية مفيش غير الأجهزة الفنية بس متش هتشوف أعداد زيادة داخل أرضية الملعب هتشوف حكم بيحكم وانت شايف الجمهور كله قاعد في المدرجات محدش موجودة على التراك وحتى لو الأهلي كسب هتلاقي مكسب عادي جدا والتحليل في إطار المباراة السوديو مدته نص الساعة بعد نهاية المباراة مبروك هارد لك ولقاءات مع اللاعبين ونبدأ نتكلم على المرحلة اللي بعدها دي مرحلة قطاع الناشئين ولكن الفرحة الزايدة عن الحد دي اندلت على شيء بتدل ان الفوز على الأهلي لدى البعض بيعتبروه إنجاز مش انتصار إنجاز مش عقول إعجاز بس انت وصلتوا بمرحلة انك توصلوا الجمهور إن الفوز على الأهلي بها إعجاز أو إنجاز مش انتصار إحنا الإنجاز بالنسبة لنا هو الفوز بالبطولة مش الفوز بالمباراة لأن الرصيد الطويل والتاريخ الكبير مليان بنتائج توب سكور مش اتنين واحد أو تلاتة واحد أو حتى تلاتة اتنين فصل وبعد الفصل نبدأ نشوف آخر أخبار الترند لأن النهاردة ترند الأهلي فيه كلام كبير جدا على قيمة الأهلي في كأس العالم للأندية نطلع نشوف ده في آخر أخبار الترند أهلا بحضراتكم من جديد وآخر أخبار الترند والبداية هتكون مع ترند الأهلي البداية في ترند الأهلي بحسب كورا بلس وانا قلت النهاردة الترندات كلها هتكون كأس العالم للأندية بالأسماء لاعبين من المحتمل استبعادهم في كأس العالم للأندية وفقا للتقارير يتوقع أن يتم استبعاد العديد من اللاعبين من القيمة النهائية أبرزهم صلاح محسن وأحمد عبدالقادر كريستو ندفد متولي كولر هيتخذ قراره النهائي اليوم بعد مشاورات مكثفة مع معاوني والقيمة هتكون في حدود 23 لعب كرة بلس كتب في القيمة هيكون موجود أنتوني مودست ولكن هننتظر الموقف الرسمي ولكن زي ما قلت لحضراتكم الكل بيكتهد ولكن محدش عنده معلومة رسمية مين هيكون موجود ومن خارج القيمة لأن الخلاف ممكن يكون على اسم أو اسمين في اجتمال قيمة الثلاثة وعشرين كمان يلا كورا اتكلم على القيمة ويلا كورا يكشف ملامح قيمة الأهل النهائية لمنديال الأندية كورا بلس المودست موجود يلا كورا بيقوله مودست مهدد وكمان هنتعرف على مصير السلية القيمة اللي منشورة النهاردة في يلا كورا بيقوله الشناوي مصطفى شبير حمزة علىه في حراسة المرمى أكرم توفيق علي معلول كريم التببيس محمد عبد المنعب ياسر إبراهيم ربيع هاني خالد عبد الفتاح الوسط السلية ديانجي إمام عشور مروان عاطية كوكا كريم فؤاد طاهر محمد طاهر حسين الشحات محمد مجد أفشا وفي الهجوم أنطوني مودست محمود قهربة وبرسيتاو معنى الخبر على يلا كورا ان بيقوله ان صلاح محسن واحمد عبدالقادر مش موجودين في القيمة وده خلافا على اللي ذكرته كورا بلس شكرا بقول لحضراتكم فيه اكتهادات كتيرة وهنلاقي قراء مختلفة طيب الوطن سبورت راح لفكرة أن أحمد عبدالقادر النهاردة لو في القيمة بتاعة المونديال ما فيش مشكلة ولكن لو خرج القيمة ده معناه يبقى المونديال أو الرحيل قالوا النهاردة حسم مصير أحمد عبدالقادر مع الأهلي وقالوا أن وجود أحمد عبدالقادر معناه أنه مكمل مع الأهلي ولكن هم قالوا أنه لو خرج من القيمة معناه أنه هيرحل فيه انتقالات يناير معلوماتي مرس الكولر لم يحدد مين اللعيبة اللي هتخرج في انتقالات يناير سواء بأعارة أو حتى بيا لو جاء له عروض أو حتى أي لعب جاء له عروض ولكن كولر ما حدتش وشاف إن اللعبة كلها بلا استثناء مهمة إنها تستمر معاه في الفترة اللي جاي فالقايمة 23 لعب وإنت عندك ما يقرب من حوالي 26 27 نجم في الفرقة فطبيعي يخرج حد ولولى الإصابات اللي جاءت ونيتفيد وكريستو في الفترة الأخيرة كان ممكن العدد النهاردة بدأنا بنتكلم في 24 أو 25 لعب كنا ممكن نتكلم على 28 لعب وتبقى قيمة الغيابات ممكن طول كناحية فنية لست سبع لعب لكن عملا هنشوف إيه اللي يحصل في الساعات اللي جاي ولكن على فكرة مش معلن مش في القايمة إن أي لعب لو خرج من القايمة يبقى مش موجود مع الآله في الفترة اللي جاي طب يلا كورا نهاردة نتكلم على أنتوني مودست مصدر قال إن الفحص الطبي الذي يخضع له أنتوني مودست سوف يحسب موقفه من التواجد في قايمة الآله في كاس العالم وده كان قالهن بالفعل زمننا كريم أحمد من شوية وقالوا إذا تواجد مودست فربما يستبعد كولر واحد من الثنائي هنا بقى الكلام جديد عمرو السلية أو خالد عبد الفتاح وذلك لضم صلاح محسن أو أحمد عبد القادر لتدعيم خط الهجوم مش هتقدر تمسك حاجة مبنية على موضوع كل موقع بيجتهد وبييجي بخبر عكس الخبر اللي موجود في موقع تاني عارفين لما بيبقى الأخبار نزلة في المواقع بنفس الشكل أقول لك اللي المصادر كلها اتفقت على معلومة واحدة ولكن معنى أن فيه اختلاف في القراء يبقى الناس بتحاول تجتهد فيه من توجه للمصدر الرسمي وسأله وفيه من حاول اجتهد وتوقع بناء على المباريات الأخيرة ولكن محدش عنده معلومة رسمية الوطن سبورت وعبد الوطن سبورت المعلومة الرسمية عشان تبقى مؤكدة لما الأهل يسجل الأسماء على السيستيق طب في اللحظة اللي بيكلمكم فيها دلوقتي هل الأهل سجل الأسماء على السيستيق لا لسه 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 قدامنا بالضبط حوالي ما يقرب من ست ساعات ونصف عشان تسجيل الأسماء على السيستيق وبالتالي أي اسم بيتقال دلوقتي طالهم السيستيق لسه ما خدش الأسماء يبقى لسه الناس بتحاول تجتهد الوطن سبورت بيقولوني فيه عقوبة جديدة تنتظر الأهل بسبب دوري أبطال إفريقيا خير قلت أشوف إيه العقوبة مكتوب على حساب الوطن أو في حساب الوطن إن حسب ليحة العقوبات لدوري الأبطال يعاقب كل فريب غرام ملاطة قلة عن عشر تلاف دولار في حال أشع على جماهير السمريخ وهو ما حدث من جانب جماهير القلع الحمراء خلال مباراة يانجي أفريكانز وهذه العقوبة تقررت كثيرا من قبل العديد الأندية والجماهير أنا معلوماتي إن الجماهير اللي كانت لابسة شرطات حمراء في الملعب كانت جماهير سمبا كانت جماهير سمبا التنزاني فكرة اللي إحنا نقول ده في عقوبة ما أنت ما تعرفش المرأيب كتب أصلا ما كتبش والشمريخ اللي تم إشعالها هي الشمريخ متعلقة بجماهير الآلي ولا جماهير سمبا اللي كانت موجودة يعني ما تقدرش تمسكها قوي بنسبة 100% ولكن أنا استنى ونشوف التوقعات دي هل ممكن تبقى رسمي ولا لأ كورة بلاص بيتكلم عن الآلي ووصل تحرقاته لحسم صفقة أوفا في يناير أحمد أمين أوفا مهاجم أمبي الكلام إنه ممكن يكون صفقة تنضم للأهل في يناير اللي جاي وأنا بأكد لكم لسه لسه جماعة فكرة الانتقالات والصفقات اللي ممكن تنضم في يناير مش محسوبة بنسبة 200% فيه اجتماعات تمت قبل كده مع كولر وفيه اجتماعات النهاردة وفيه اجتماعات بعد العودة من كأس العالم أو بعد العودة من كأس السوبر لأنه انت عارف أو حضراتكم عارفين يعني الأهل رايح كأس العالم يرجع على القاهرة اللي قدر الله ويطلع على الجزائر يقيم ما يطلع من السعودية على الإمارات عشان يلعب كأس السوبر فالوقت هيبقى داية جدا من 10-12 لغاية 28-12 بعد 28-12 نتكلف الموضوع الصفقات ولكن لسه الأمور دي مش محسومة وما فيش كلام رسمي على أحمد أمين أوفا أو حتى عمر كمال عبدالواحد كل الكلام دي اجتهدات موجودة في السوشيال ميدي طب الوطن سبورت وده الخبر اللي كنت بأكلمكم عليه النهاردة من شوية وده خبر النهاردة موجود في الوطن سبورت عشان كده علقت عليه يعني احنا ما كانش عندنا معلومة بالكلام ده ولكن الوطن كتبت والخبر كمان مش نازل في صفحة الرياضة أو مش في السكشن بتاع الرياضة نازل في سكشن الحوادث إن تم استدعاء حسين الشحات والنهاردة مثل للتحقيق أمام جهات النيابة العامة في وجود محامي ومستشرة قانوني مع حسين الشحات في البلاغ المقدم من محمد الشيبي لعب نادي برامد فعموما حسين الشحات في الخبر النهاردة مكتوب إنه طلب من جهات التحقيق استدعاء أربع لعابين من الأهلي والاستماع لشاهدتهم كونهم كانوا الأقرب للوقع في الملعب بين الثنائي وبالتالي ممكن كمان نخش في شهادات ولعيبة روح النيابة وممكن نستدعي الحكم وممكن نستدعي المرائب وممكن لها بدل ما تكون موجودة أمام لجنة الانضباط هتبقى كلها أمام جهات التحقيق في النيابة العامة نصق تمام الثقة في رجال القضاء والنيابة العامة في حسم هذا الأمر بإذن الله خلال الفترة اللي جاي قراب لص بيقوله النهاردة تقرير على فكرة هل الدور الإفريقي أثر بالسلم على الأندية المشاركة لو بصنا على النتائج هنلاقي الوداد أبرز الضحايا والأهلي يعاني لأنه تعادل مباراة أو حتى تعادل أو فقد نقاط في الدور العام ولكن التقرير على كورا بلاس بيتكلم على سانداونز خسر من مازينبي الوداد خسر مباراتين الأهلي تعادل مع يانجا أفريكانز سيمبا تعادل مباراتين بترو أتليتكو يمكن هو أكتر فريق ممكن يكون استفاد لأنه كسب مطشين في دور الأبطال والترجي كسب مباراة وخسر مباراة ده الترند الأهلي نروح للترند المحلي والترند المحلي الفترة جاي كل تركيز فيه على كأس الأمم الإفريقية منتخبنا الوطني هيبدأ فترة الإعداد من يوم 3 يناير هل هيلعب مباراة ودية مع فرق من خارج قارة إفريقيا هل هيلعب المباراة الودية في القاهرة ولا هيلعب خارج مصر نهاردة حسب بطولات بيقولوا أن مصدر لبطولات فيتوريا روي فيتوريا المدير الفني البرتغالي لمنتخبنا الوطني قال بنتظر تقرير بشأن مواجهتي غانا قبل انطلاق أمم إفريقيا أول مباراة لمصر هتكون يوم 14 يناير أمام منتخب غانا متوقع أن منتخبنا يلعب مباراتين وديتين قبل الصفر إلى أبيجان عشان تلعب مع منتخب غانا فيه أخبار اتقالت أن فيه منتخبات كبيرة ممكن تفكر تلعب مع مصر ولكن فيه كلام بتقال أن فيتوريا مش عايز يلعب مع منتخبات التصنيف الأول عايز يلعب مع منتخبات في المستوى الثاني أو الثالث قبل ما يسافر إلى كأس الأمم عوما نشوف ده في الساعات اللي جاية لكن فيتوريا لازم يحسم المباراة الودية خلال الساعات اللي جاية طيب منتخبنا الأولمبي اللي عنده ألعاب أولمبية في باريس صيف عشرين أربعة وعشرين حساب بطولات أيضا نقل موضوع يتعلق به ميكالي المدير الفني البرازيلي لمنتخب الأولمبي واللي قال يتوجه بطلب صعب الاتحاد الكرة بشأن منتخب مصر الأولمبي كشف مصدر داخل الجهاز الفني عن رغبة ميكالي في إقامة معسكر للفراعنة الصغار خلال مشاركة المنتخب في أبيتجان يعني عايز يعمل معسكر أثناء مشاركة منتخبنا الوطني في قد فور عايز يعمل معسكر المنتخب الأولمبي أثناء كأس الأمم وبالتالي الأندلة هتلعب كأس الربطة مش هيكون معاها لا لعب المنتخب الأول ولا لعب المنتخب الأولمبي هل ممكن يتوافع على الطلب ده؟ ده هنشوفه في الساعات القادمة آخر حاجة في ترند المحلي ملعب القاهرة اربعة وعشرين بيقولوا إن الأزمة المالية تقطع الطريق أمام تعيين مدير فني الاتحاد الكرة من خارج الجبلية فيه توافق من معظم أعضاء الاتحاد على تكليف دكتور جمال محمد علي بمنصب المدير الفني للجبلية جاء مدفوعا بظروف الأزمة المالية للاتحاد الكرة ما عينشي مدير فني للاتحاد وتبقى لملفات الترخيص المرسلة من الاتحاد الافريقي الطلب من الاتحاد الكرة يكون عنده مدير فني أو مدير رياضي لازم يكون فيه حد في البوزيشن ده عشان الأمور الفنية المتعلقة بالليسنز والدورات التدريبية اللي بتعمل للمدربين ما كانت مفاجأة إن الاتحاد ما عندهش حد في الجزئية دي جابوا بس دكتور جمال محمد علي بسكوا حاجة اسمها رئيس لجمة المدربين ولكن دلوقتي الاتحاد مقبر إنه يعمل ده كانت الحجة قصة ما عندناش فلوس نجيب مدير فني للاتحاد ولكن هيعرفوا يزبطوها ويحط اسم على ورق عشان يبعتوه للاتحاد الافريقي نروح للسؤال والمشاركات كل الناس اللي بتشارك معانا في برنامج التريند والسؤال اللي طرحناه أبرز مشاركة للأهلي في كأس العالم للأندية وبنسبة أن النهارده آخر معادل تقديم القايمة سامح بيقول حقق الأهلي الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية ثلاث مرات 2006-2020-2021 أفضل نسخة ظهر فيها هي نسخة 2021 حقق فيها الأهلي الفوز على منتري بطل أمريكا الشمالية في ظل نقص عددي والفوز على الهلال السعودي بطل أسيا بنتيجة تاريخية كانت ربعية نظيفة الهلال لسه كسبان النص يبدو الهلال ما بيخصرش لمن الأهلي بس إهاب بيبو بيقول مساء الخير تحيات ليك الإعلامي المحترم أفضل شكرا جزيلا ليك أفضل نسخة من وجهة نظري 2006 وبعدها 2020 هاني بيقول مساء الخير جميع مشاركات الأهلي بكأس العالم متميزة ومشرفة وكان للأهلي دائما بصمات واضحة ومتميزة في كل مشاركة فكل نسخة يسعدنا ويفرحنا ويشرف الكرة الإفريقية والمصرية كعدت كل التوفيير لنادينا الحبيب نادي القرن في كأس العالم للأندية جمال بيقول نسخة 2021 و2022 مع بيتس موسيماني كان فينا أسعادة كبيرة في الفريق معظم اللعبين كانوا مع المنتخب في كأس الأمم والأهلي قدر يفوز على مونتري ويحقل برونزية لحساب الهلال الأهلي المراضي مش محتاج لعبين ولكن محتاج 11 أهليه بجد ونوصل للنهائي لعله وعسى يمكن يكون من ناصبنا نلعب مع البيب بيج وارديولا في نهائي كأس العالم مع المان سيتي ربنا يوفى يا رب الأهلي في المشوار اللي جاي في الختام بشكر حضراتكم بتأكيد على حصن المتابعة والمشاهدة وإلى اللقاء في حلقات أخرى قادمة من برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة